معنا من الموصل ممثل اليونسكو في العراق باولو فونتاني سيد باولو فونتاني ما الذي تحققه زيارة البابا فرانسيس للعراق على المستوى الثقافي وليس الديني فقط شكرا جزيلا لاستضافة أولا أعتقد بأنه من المهم أو هذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة أولا للعراقيين الذين كانوا متحمسين بمجيء البابا فهذا ليظهر بأن البلد له صورة إيجابية وطبعا هذا مهم جدا للجميع أما بالنسبة للموصل فاليونسكو ومثلا دور الإمارات العربية المتحدة هنا أيضا أو الإمارات العربية دورا كبيرا في محاولة إعادة الإعمار هنا والمبادرة التي أطلقناها قبل ثلاث سنوات فإنها مهمة جدا للغاية في الموصل وطبعا مثلا بترميم المساجد والبابا أيضا سيزور بعض الأماكن التي نرممها مع الإمارات إذن رسالة الأخوة أعتقد بأنها مهمة جدا بإعادة الحياة إلى هذه المدينة التي كانت طبعا مدينة للتواصل إلى أي مدى تراها رسالة لهذا التنظيم الذي حاول تدمير هذه الأماكن الأثرية ودمر أجزاء منها سيد باولو فونتاني أعتقد أن هذه الرسالة طبعا هي رسالة في الماضي الآن نتحدث عن المستقبل نحن هنا وسنجتمع غدا أولا للاحتفال مع هؤلاء أو لتذكر بهؤلاء الأشخاص الذين فقدوا حياتهم وطبعا المدينة نسعى لأن نعمل مع المجتمعات هنا والمسيحيون والمسلمون يعملون باعا لإعادة بناء المساجد والكنائس وهذا رمز لما يمكن أن نحققه وما يمكن أن يكون في المستقبل لسكان الموصل إذن الرسالة رسالة أمل وأعتقد أنها رسالة إرادة ودعم لإعادة الإعمار ترميم هذه الأماكن التاريخية والأثرية كيف يعيد لها بريقها التاريخي سيد فونتاني أعتقد بأنه ما هو المهم أو من المهم أن نراه ونحن لا نبني فقط من أجل الحجارة فطبعا نحن نركز على الإرث الثقافي هنا الذي يعود إلى آلاف السنين ما نحاول أن نقوم به بإعادة بناء هذا الإرث الثقافي هو بإعادة الحياة لهذه المدينة التاريخية وطبعا التي دمرت بالحرب نحن نحاول أن نعيد ذاكرة الشعوب والتي كانت تعيشها يوميا وخاصة الشعور بالحياة حيث أن المختلف الأديان والثقافات تعيش معا في سلام وتنظم اليونسكو أيضا قامت بإزالة الألغام من منطقة الجامع النوري الذي دمره دامعيش عام 2017 كيف كان أثر هذا الأمر سيد باولو فونتاني على عودة الحياة إلى هذه الأماكن؟ نحن نعتقد بأن النوري مكان مهم جدا النوري كان على مدى قرون مركز الموصل والمنارة كانت أيضا مرجعا جغرافيا والجميع يأتي إلى المدينة ويريد أن يشاهد هذه المنارة هذا مهم لأنه من الجانب الآخر هناك أيضا طبعا القلعة التاريخية والتي كانت كنيسة والتي كانت مهمة جدا وكانت مرجعا أيضا للجميع الذين يجدون أنفسهم في الموصل أعتقد بأن إعادة إعمار النوري والأماكن الأخرى هذا يرسل رسالة بأنه كما تعلمون الكنيسة كانت قرارا من الإمارات العربية المتحدة في 2018 في أبوظبي حين قررت الإمارات العربية المتحدة أن تطلب من اليونيسكو بأن تعيد ترميم الكنائس والمساجد لنعيد كما قلت فكرة عيش الأديان معا والتناغم بالإضافة إلى دولة الإمارات هل هناك جهات أخرى عرضت على اليونيسكو ترميم آثار أخرى تم تدميرها من قبل داعش إن كان في الموصل أو أماكن أخرى من العراق سيد باولو نحن لدينا طبعا موطئ قدم قوي ولدينا دعم أيضا من الاتحاد الأوروبي الذي يساعدنا في إعادة ترميم الإرث الثقافي في البصرة أيضا في الجنوب وطبعا هذا استثمار مهم جدا لأن هذا يسمح لنا ليس فقط في ترميم المباني التاريخية ولكن سنبني أيضا حوالي مئتي منزل صغيرة ومتوسطة في الأحجام حتى طبعا نعيد شعور لسكان الموصل ليشعروا بالأمان كما أن هناك منحين آخرين يدعموننا مثل إيطاليا وأيضا مثلا هولندا وكندا واليابان وإذن هناك العدد من الشركة الذين نعمل معهم ليس فقط في الجانب الثقافي ولكن أيضا في المكونات المهمة الأخرى بإحياء مدينة الموصل حتى يعود الأطفال إلى المدارس وحتى تعود الحياة وتنغموا للعيش بين كل الطوائف معا ونحن نسعى لجمعهم بدلا من تفريقهم شكرا باولو فونتاني ممثل اليونسكو في العراق من الموصل شكرا شكرا